بالعودة للحديث عن تصريحات جزاب بيروني الأخيرة ينضم إلينا المحلل للسياسة سيد مرون درقاش سيد مرون برأيك هذه الضغطات التي تقوم بها إيطاليا دائما للفرض في ليبيا على أن تقام إطار دستوري أو استفتاع على مشروع الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات ما الغاية والغرض من هذا الضغط؟ أعتفد أن إيطاليا تلجأ إلى هذا الأسلوب حتى تطيل فترة الانتخابية يعني الآن إيطاليا عروف جدا أنها تنصف مع المجلس الرئاسي وحلوفاءها في ليبيا يتمثلون في رئيس المجلس الرئاسي السراج وكذلك نائبه ميتيك ولذلك فإنه ليس من مصلحة إيطاليا الآن إجراء انتخابات في هذه الفترة المذات ولذلك تلجأ إلى هذا العذر لمحاولة تأجيل الانتخابات وإيطالة المرحلة الانتقالية لأخصى ما تريد وإبقاء المجلس الرئاسي على رأس الحكم إلى أن يتم إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي وعد فيها المجلس الرئاسي وهذه الإصلاحات لو نجحت بالتأكيد فيكون للسراج حدود أكبر في أي انتخابات قادمة لذلك تحرص إيطاليا على تأجيل هذه الانتخابات وتجد في الذريعة عدم وجود قاعدة دستورية ذريعة ربما مقنعة للمجتمع الجاودي لكي كما قلت تعطي فرصة أكبر لخلفائها في ليبيا لكون لهم فضوط أكبر في أي انتخابات قادمة طيب ما الذي يمكن أن تستفدأ إيطاليا في حال طال أمد هذه الأزمة الانتقالية الحالية ما الذي سيعود بالنفع على إيطاليا إذا ما صحت هذه التحليلات إذا ما صحت هذه التحليلات سيد مروان ما الذي سيعود بالنفع على دولة إيطالية أو السياسة الإيطالية من خلال إطالة أمد الفترة الانتقالية الحالية أي السراج حاليا نعم أنت تسأل إذا كان سوف تطول المرحلة الانتقالية ما هي السياسة في إيطاليا بالتحديد نعم إيطاليا تتجه إلى أن تكون هي المرجعية في أنرس الليبي لأوروبا وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي دوندل ترامب في لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيف بيكونتي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا بالتأكيد في إقصاء خصومها وهم القرانسة من المرحلة الليبي وتحاول أن تكون هي المرجعية في هذه الحالة يجب أن تقوي صفوف حلفائها وتبعث كل من ينقل رائح في ليبيا لذلك تسعى إيطاليا كما قلت إلى إيطالة الفترة الانتقالية حتى تستطيع الاستفراد بالملفك الليبي وإدارة الأزمة الليبية كما تشاء وحسب المطالحها هناك ثقاطعات أيضا مطالح ما بين إيطاليا ومبعض الأطراض الليبية هذه ثقاطعات تجعل ربما نقول تجعل إيطاليا قد تنجح في هذا المسع وستطيع إتباك نشطها بجدارة طيب ولكن سيد مروان في ظل كل هذه المصالح لإيطاليا هناك طرف آخر عدو لإيطاليا في السياسة الليبية وهو طرف الفرنسي الذي يريد إقامة انتخابات قبل نهاية هذا العام من غير إطار دستوري أكدا قام بالتوقيع في أطرف الأزمة الأربعة في اتفاق بريسا الماضي كيف سيتحرك المشروع الفرنسي الآن نعم الفرنسا ليس لها القوة اللازمة لكي تفرض الانتخابات في انتهاية هذا العام الانتخابات كما قال السفير الإيطالي تحتاج إلى اعتراف من كل الأطراف الليبية حتى يمكن أن تصبح شرعية لذلك تكلم السفير الإيطالي وقال بأن أي انتخابات لا تجري على قاعد سفر العيدة في السورية فأن هناك أطراف الليبية سوف ترفض نتائج هذه الانتخابات وإذا رفضت نتائج الانتخابات من أي طرف من الأطراف الليبية الذي له وزنه على الأرض فأن هذه الانتخابات ستفشل في تقديم أي جسم يحكم نبيا بشكل شرعي وبشكل متقبل من الليبي لذلك فأن كما قلت فرنسا لن تملك من القوة لكي تفرض انتخابات في نهاية هذه السنة بل أعتقد أنها سوف تقتنع بتأجيل هذه الانتخابات الانتخابات تحتاج إلى ليس قاعدة دستورية فقط وإنما تحتاج إلى استقرار وأمن وتحتاج أيضا وهذا المهم قبول جميع الأطراف الليبية بنتائج هذه الانتخابات طيب عدم عدم الرضا بنتائج الانتخابات إن أقيمت سيد مرونة درقاش وهذا ما تحدث عنها السيد جزابي بيروني في حديثه بالأمس لأحد الخنوات الليبية قال أن حتى الأطراف الأربعة في ليبيا لم يوقعوا في اتفاق باريس ولكن على خلاف ذلك وعلى خلاف هذا الصعيد الأطراف الأربعة الليبية التي ذهبت إلى باريس اتفقوا ولو شفهيا أن ذاك كان هناك اتفاق نعم لم يكن هناك اتفاق في فرنسا في الحقيقة ما جرى هو إعلان أو بيان في فرنسا وهذا الأمر قاله حفصر أيضا لصحيفة الأحرام المصرية عندما قال لأننا لم نتفق في باريس وهذا واضح يعني كان هناك خلاف كبير لا يوجد اتفاق في باريس وحتى لو وجد اتفاق فإنه يصعب كما قل إجراء انتخابات في ظل عدم وجود دستور إيطالي عندما تتكلم بعدم وجود رضا من الأطراف السياسية بالفضول نتائج الانتخابات هي تسعى كأنها تقول يجب علينا إيجاد دستور أولا فإذا وجدنا الدستور وجدنا الشرعية لأن الحديث الآن على إيجاد شرعية في ليبيا لا يوجد شرعية الآن في ليبيا أو لا يوجد شرعية متفق عليها في ليبيا إذا تم إقرار دستور في ليبيا فإنهم ستكون هناك مرجعية دستورية أو مرجعية شرعية يمكن رجوع إليها وكل من يرفض الانتخابات التي تقام على قاعدة دستورية سيكون وضعه غير سليم أما الآن في ظل عدم وجود قاعدة دستورية فإن أي طرف يرفض نتائج الانتخابات ربما يكون لديه المبرر ليصدها وهو عدم وجود قاعدة دستورية ولذلك أكد السفير الإيطالي أن التأجيل مبرره واضح وهو عدم وجود قاعدة دستورية طيب بحسب المعطيات الموجودة الآن على أرض الواقع سيد مروان هناك مشروعان في ليبيا أي المشروع الفرنسي الذي يدعم إقامة انتخابات في ليبيا من غير بعيدا عن إطار دستوري وخلاف ذلك تطمح إيطاليا من من المرجح أن يكسب هذا الرهان السياسة الإيطالية والفرنسية بحسب المعطيات بتأكيد الحقيقة المشروع الفرنسي صعب تطبيق أو ربما إذا كنا داقيقين نقول بأنه يستحيل تطبيقه بظل رفض الكثير من الأطراف الليبيا لهذه الانتخابات سواء رفضهم بعدم وجود قاعدة دستورية أو رفض البعض لأنه يخشى من نتائج هذه الانتخابات أما المشروع الإيطالي فربما هو الأكثر إقناعا أو ربما الأكثر حضوضا في التطبيق على الأرض لأن المشروع الإيطالي يدعو إلى إيطالة المدد المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات برلمنية فقط لتغيير الأجسام الموجودة الآن والتي فقدت مشرعيتها وإلى حين إنتاج دستور أو التوافق على دستور أو حال حالة الخلافات التي تدور الآن حول إقرار ومساوض الدستور لذلك أعتقد أن المشروع الإيطالي هو الأقرب إلى التنفيذ على الأرض وليس المشروع تعالى وصلت الرأي أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد مروان درقاش